بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ألو سأل فيك أصدقائي طلاب وطالبات الصف الثامن في شرح درس جديد من دروس كتاب اللغة العربية للصف الثامن الفصل الثاني درسنا لليوم بعنوان في المنفى وهو عبارة عن نص شعري ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى إنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثيرا وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ في المنفى هو عبارة عن نص شعري للكاتب أو للشاعر محمد القيسي نأتي الآن إلى شرح الفقه الأبيات الأولى من النص ترى من يخبر الأحباب أن ما نسيناهم وأن نحن في المنفى نعيش بزاد ذكراهم وأن ما سلوناهم فصحبتنا بفجر العمر ما زالت تآنسنا وما زالت بهذه البيض في المنفى ترافقنا ونحن بهذه الغربة تعشش في زوايانا عناكب هذه الغربة تمد خيوطها السوداء في آفاقنا الغبراء أحزانا تهدهد جفننا الأحلام تنقلنا على جنح من الذكرى إلى عهد مضى حيث السكون يثير نجوانا إذن الفقرة الرئيسية الأولى الفقرة الرئيسية لإلها هي آلام الغربة تنغس حياة الشاعر إذن يبدأ الشاعر قصيدته باحثا عن أحد يوصل لأحبابه في وطنه رسالته بأنه ما نسيهم وأنه ما زال يشتاق إليهم فذكراهم كالطعام الذي يمده بالحياة في منفاه وصحبتهم الجميلة في أيام الشباب ما زالت تآنسه وترافقه في غربته الموحشة كالصحراء القاحلة فالغربة كالعناكب تعشعش في كل حياته وتمد خيوطها السوداء في كل الأنحاء فتملأ حياته بالأحزان والآلام والمعانا وما زالت الأحلام تحرك جفنه فتنقله إلى ذكريات الماضي السعيد وعهد الجمال والحب في قريته طبعا هذه هي عبارة عن شرح الأبيات إذن الأبيات السابقة للشاعر محمد القيسي عما يبحث الشاعر في بداية القصيدة يبحث عن أحد يوصله لأحبابه في الوطن بأنه لم ينسهم ولا زال يشتاق إليهم كيف عبر الشاعر عن شدة حبه وشوقه لأحبابه يؤكد أن منفاه لا زال يتذكر أحبابه بل إنه يعيش بذكرهم فذكرهم هو الطعام الذي يمده بالحياة ما المقصود بفجر العمر في البيت الرابع طبعا المقصود هو أيام الصباء والشباب بما وصف الشاعر غربته في وطنه طبعا وصفها بالبيت اللي يجمع كلمة بيداء وهي الصحراء وأيضا وصفها بالعناكب التي تعشعش في نفسه تمد خيوطها السوداء في كل مناحي الحياة إلى ما يوحي الشاعر بقوله عناكب هذه الغربة طبعا يوحي بالظلم الواقع على المغتربين ما أثر الأحلام على الشاعر كما تفهم من نهاية المقطع الشعري تنقله إلى ذكريات الماضي الجميل وإلى عهد الجمال والحب في وطني العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأسطور الشعرية السابقة هي عاطفات الحزن والألم إذن زي ما حكينا الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة من الأبيات هي ألام الغربة تنغص حياة الشاعر معنى كلمة سلوناهم يعني نسيناهم البيت زي ما حكينا معناها الصحاري الغبراء هي الأرض المجدبة تهدهد بمعنى تحرك النجوة بمعنى الحديث السري أو الحديث بالسر السكون معناها الهدوء مضاد كلمة سلوناهم تذكرناهم من يخبر الأحباب أسلوب استفهام ما سلوناهم أسلوب نفي أن نحن في المنفى أسلوب توكيد ما الجمال في العبارات نعيش بزادي ذكرهم طبعا شبه الشاعر ذكر الأحباب في الوطن بالطعام فجر العمر شبه الشاعر العمر أو أيام الصبا بالفجر تمد خيوطها السوداء في آفاقنا الغبراء أحزانا شبه الغربة بعناكب تمد خيوطا سوداء تسبب لهم الأحزان تهدهد جفننا الأحلام طبعا شبه الأحلام بالأم التي تهدهد على أطفالها العلاقة بين سلوناهم ونسيناهم علاقة طرادف على ما يدل قول الشاعر نعيش بزادي ذكرهم طبعا دلالة على شدة التعلق الشاعر بأحبابه في الوطن تعشعش في زوايان عناكب هذه الغربة يدل على قصوة الغربة ومرارتها نأتي الآن إلى الفقرة الثانية ميناء الأبيض وحيث الشوق أغنية نرددها على ربوات قريتنا وحيث الحب في بلدي كلام صامت نبرة كلام صادق الإحساس والنظرة وحلم أخضرون في القلب يروي سر نشوتنا ويحضننا ويرعانا يمر الليل عن جفني ويسألني متى تشفى من الشجني أحبائي سؤال الليل يؤلمني ويحزنني ويحزنني لأني كل ما أدريه أني بالتمنفية وأني لم أزل حيا إذن الفكرة الرئيسية بلا صادقا بلا صادق الإحساس والنظرة فهذا الحب حلم أخضر جميل يبعث السرور والبهجة والارتياح في قلوبنا ويحضننا ويرعانا في الغربة الصعبة ويمر الليل على الشاعر فيسأله متى تنتهي أحزانك وتعود إلى وطنك لكن هذا السؤال يؤلم الشاعر ويزيده حزنا لأنه لا يزال يعيش في غربته يقاصي المرارة والحرمان بما شبه الشاعر الشوق شبهه بأغنية جميلة يرددها برفقة أحبائه على ربوات قرية ما الذي يؤلم الشاعر في سؤال الليل له يؤلمه أنه لا يزال يعيش في الغربة يقاصي المرارة والحرمان معنى كلمة ربوات هي التلال المرتفعة من الأرض مفردها ربوة معنى كلمة النشوة الارتياح والنشاط معنى الشجن الحزن الشديد والهم معنى أدريه بمعنى أعلمه ما نوع الأساليب متى تشفى من الشجن أسلوب استفهام أني لم أزل حياً أسلوب توكيد ما الجمال في العبارات الآدية الحب في بلدي كلام طبعاً شبه الشاعر الحب في وطنه بالكلام يروي سر نشوتنا شبه الشاعر الحب بالماء الذي يمنحنا الراحة والنشاط يحضننا ويرعانا شبه الحب بالأم التي تحضن أبنائها وترعاها على ما تدل العبارات الآتية الحب في بلدي كلام صامت النبرة كلام صادق الإحساس والنظرة دلالة على شدة شوقه إلى أرضه حلم أخضر في القلب يروي سر نشوتنا تدل العبارة على الصفاء والنقاء والصدق والمحبة لأني كلما أدريه أني بدت منفية دلالة على شدة معاناة الشاعر في غربته وشدة حزنه وألمه نأتي الآن إلى شرح الفقرة الثالثة من الأبيض تعذبني وتقلقني طيوف الأمس والذكرى تعذبني فأجتر الأسى والصمت والحيرة وأقتات الفراغ الرحب أنحر فيه أيامي وأنحر فيه أيامي وتقدم عشب أحلامي نيوب الوحشة المر وتملأ خافقي بالحزن تفعم عالمي حصرة فأطوي صفحة الماضي وأغفو علني أصحو على ربواتنا أعدو وأحضن في ثراها الشوق ألمسه بتحناني ويغرقني عبير الأرض يسكرني بلا خمرة وأحيا حلمي المنشودة ألمح فيه إنساني وأدفن فيه أشجاني إذن الفكرة الرئيسية الثالثة لهذه الفقرة الثالثة من الأبيض ذكريات الشاعر الجميلة تعذبه في الغربة يعبر الشاعر عن أحزانه ومعاناته التي لا زال يقاسيها في غربته حيث يقول إنني أتعذب كلما تذكرت ذكريات الماضي الجميلة فيتجدد في نفسي الأسى والصمت والحيرة ولازلت أقضي أوقات فراغي وحيدا وعاني من الانتظار الطويل المفعم بالحزن فالغربة كالوحش تمزق أحلامي الجميلة وتملأ قلبي وحياتي حزنا وألما وحصرا ورغم ما أعانيه لازلت أتمنى أن أطوي صفحة الماضي بما فيها من غربة وألم وأخلد إلى النوم لعلني أصحو فأجد نفسي قد عدت لوطني أركض فوق ربواته وأحضن الشوق في طرابه الطاهر وأغرق في أرضه العطرة وأحيا حلمي الذي أتمنى بأن أعود إلى وطني فأجد فيه نفسي وأدفن فيه كل أحزاني ما أثر الذكريات على نفس الشاعر؟ طبعا تعذبه وتخلقه وتجدد في نفسه الألم والحزن والحيرة ماذا قصد الشاعر بقوله عشب أحلامي؟ طبعا قصد أحلامه الجميلة المزهرة ما أثر الوحشة والغربة على الشاعر؟ طبعا قضت على أحلامه الجميلة وملأت قلبه بالحزن والحصرة متى يغرق الشاعر في عبير أرضه؟ عندما يعود إلى حضنها فيشتم كل ما هو جميل فيها ما قيمة استخدام الشاعر للأفعال المضارعة؟ تعذبني أجتر أقتات للدلالة على استمرارية الشاعر في حيرته ومعاناته المتواصلة في غربته على ما يدل استخدام الفعل تقدم في موضعها وتقدم عشب أحلامي دلالة على قصوة الغربة وشدة معاناته فيها مرادف كلمة طيوف هي ما يراه الشخص في المنام أو الخيال أقتات بمعنى آكل وأتغذى الرحب بمعنى الواسع تقدم بمعنى تقطع أو تكسر خافقي بمعنى قلبي تفعم بمعنى تملأ عبير بمعنى رائحة عطرة ثراها بمعنى ترابها أشجان بمعنى أحزان أجتر بمعنى أعيد وأكرر أعدو بمعنى أركض عكس كلمة الوحشة الأنس وأغفو علني أصحو طبعا أسلوب تمني العلاقة بين أغفو وأصحو علاقة طباق نشرح الجمال في العبارات الآتية طيوف الأمس والذكرى تعذبني طبعا شبه الشاعر الذكريات بإنسان قاسي يعذبه أقتاتو الفراغ شبه الشاعر الفراغ بالطعام الذي يؤكل أنحر فيه أيامي شبه الشاعر الأيام بالشاء التي تنحر تقضم عشب أحلامي نيوب الوحشة المرة شبه الشاعر أحلامه بالعشب وشبه الوحشة بحيوان مفترس له نيوب يقضم بها وشبه الوحشة بالطعام المر تملأ خافقي بالحزن شبه الشاعر قلبه بالوعاء الذي يملأ وشبه الحزن بالسائل الذي يملأ هذا الوعاء تفعم عالمي حصرة شبه الشاعر عالمه بالإناء الذي يمتلئ بالحصرة وشبه الحصرة بسائل أو شيء مادي يملأ الإناء أطوي صفحة الماضي شبه الشاعر الماضي بالصفحة التي تطوى أحضن في ثراها الشوق شبه الشاعر الشوق بإنسان يحتضنه أدفن فيه أشجاني شبه أحزانه بإنسان يدفن على ما تدل العبارات الآتية فأجتر الأسى والصمت والحيرة دلال على شدة الحزن والاستمرار فيه وأقتات الفراغ الرحب أنحر فيه أيامي دلال على الانتظار الطويل المفعن بالأسى والحزن تقضم عشب أحلامي نيوب الوحش دلال على قسوة الوحش وحدتها وسطوتها يغرقني عبير الأرض يسكرني بلا خمرة دلال على حب الشاعر لعبير أرضه وشوقه الشديد إليه أحضن في ثراها الشوق شبه أو دلال على شدة الشوق الذي يعتمر قلب الشاعر تجاه أرضه نأتي الآن إلى شرح الفقرة الأخيرة من الأبيات ولكني أحبائي أفيق وبيننا سد غريب في بلاد النفي ينهش عمره البعد ويسقم قلبه الوجد يداعبه سنى أمل بدى في أفقه واهن غدا يمضي بنا الطيار يجمعنا بمن نهوى ويدري الإنسان والأحباب أن ما سلوناهم وأن لم نزل في مركب الأشواق نبحر صوب دنياهم ترى من يخبر الأحباب أن ما نسيناهم وأن لم نزل في مركب الأشواق نبحر صوب دنياهم ويدفعنا جنون الوجد يسبقنا للقياهم ترى من يخبر الأحباب أن ما نسيناهم إذن الفقرة الرئيسية الرابعة لهذه المجموعة الرابعة من الأبيات هي أمل الشاعر بالعودة إلى الوطن يخاطب الشاعر أحباءه ويقول بأن حلمه بالعودة لم يكتمل فقد أفاق من نومه ليعيش الواقع المرير فهو غريب في بلاده المنفى ينهش البعد عمره ويمرض الشوق قلبه المعذب فما زال يداعب الشاعر أمل أو أمل ضعيف بالعودة إلى وطنه فقريبا سيلتقي بأحبائه ويجتمع بهم في وطنه فيعلم أنه ما نسيهم ثم عاد الشاعر ليبحث عن من يخبر أحبابه بأنه ما نسيهم وأنه مشتاق إليهم يصر على لقياهم فجنون الشوق والحب يدفعه للعودة إلى وطنه لرؤية أحبابه إلى ما يشير الشاعر بالسد في الغربة أو في الأبيات السابقة طبعا يشير إلى الغربة المرأ التي تمنعه عن أرضه وتقف سدا منيعا يحول بينه وبين أهله ما الأمل الذي يتوق إليه الشاعر كما تفهم من الأبيات يأمل الشاعر أن يعود إلى وطنه فيلتقي بالأحبة والأهل ما الذي يدفع الشاعر إلى الإسراع للقيا الأحبة هو شوقه وحبه الشديد لهم ما دلال التكرار عبارة ترى من يخبر الأحباب أن ما نسيناهم طبعا للتأكيد على شدة شوقه للأحباب وأنه لا زال يذكرهم العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأسطر الشعرية السابقة هي عاطفة التفاؤل والأمل معنى كلمة ينهش، يعض أو يقطع يسقم بمعنى يمرض الوجد بمعنى الحب الشديد سنى بمعنى ضوء ساطع واهن بمعنى ضعيف أفيق بمعنى أصحو ولكني أحبائي أفيق أسلوب استدراك أداته لكن ما الجمال في العبارات وينهش عمره البعد شبه الشاعر البعد بحيوان مفترس ينهش العمر وشبه العمر بالفريسة التي تفترس يداعبه سنى أمل شبه الشاعر الأمل بالضوء الساطع وشبه الأمل بإنسان يداعب مركب الأشواق شبه الشاعر الأشواق بالمركب يدفعنا جنون الوجد يسبقنا للقياهم شبه الوجد بإنسان يسابق الشاعر ليلاقي الأحبة على ما تدل العبارات ينهش عمره البعد دلالة على قسوة الغربة ومرارتها يسطم قلبه الوجد دلالة على شدة الحب والشوق يدفعنا جنون الوجد دلالة على شدة الحب والشوق نضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة يعيش الشاعر في منفاه سعيدا مع أصدقائه طبعا الجملة خاطئة صور الشاعر الغربة عناكب تمد خيوطا سوداء الجملة صحيحة تبعث طيوف الأمس وذكرياته الإطمئنان في نفس الشاعر الجملة خاطئة شبه الشاعر البعد بكائن ينهش عمره الجملة صحيحة ما الزاد الذي يعيش به الشاعر في المنفى هو ذكريات الأحباب الجميلة نذكر تأثير الأحلام على الشاعر تنقله إلى ذكريات الماضي السعيدة وإلى عهد الجمال والحب في قريته نعدد الأشياء التي تعذب الشاعر وتقلقه في منفاه شوقه لثرى وطنه وأحبته وطول الانتظار وطيوف الذكرى وسؤال الليل نحدد السؤال الذي يجرح الشاعر متى تشفى من الشجن كيف صور الشاعر الوحشة؟ صورها بحيوان مفترس ما الشيء الذي يداعب الشاعر في منفى؟ هو الأمل في العودة نوضح معالم الصورة التي رسمها الشاعر للغربة صور الشاعر الغربة بعناكب معشعشة في نفوسهم تمد خيوطها السوداء في مناحي حياتهم كافة وصورها بالصحراء القاحلة كيف وصف الشاعر الحب في قريته؟ حب صامت النبرة لا يحتاج كلاما لأنه صادق نابع من القلب موضح دلالة كل عبارة مما يأتي وحلم أخضر في القلب يروي سر نشوتنا دلالة على الصفاء والنقاء وصدق المحبة والشباب فأشتر الأسى والصمت والحيرة دلالة على التعالي والحزن على الحزن والاستمرار فيه وأقتات الفراغ الرحبة أنحر فيه أيامي دلالة على الانتظار الطويل المفعن بالأسى والحزن نوضح جمال التصوير فيما يأتي تمد خيوطها السوداء في آفاقنا الغبراء أحزانا تهدهد جفننا الأحلام تنقلنا على جنح من الذكرى وعن شبه الغربة بعناكب تمد خيوطا سوداء تسبب لهم الحزن وشبه الأحلام بالأم التي تهدد على أطفالها وشبه الذكرى بالطائر أحبائي سؤال الليل يؤلمني ويحزنني شبه الليل بإنسان يسأل ويسطم قلبه الوجد يداعبه سناء أمل بدى في أفقه واهن شبه الأمل بإنسان يداعب يكثر الشاعر من استخدام ضمير المتكلم نبين دلالة ذلك ليؤكد حضور اللاجئين بين أحبتهم وإن بعدوا فهم جزء لا يتجزأ من مسيرة النضال الفلسطينية نستنتج العواطف المسيطرة على الشاعر في القصيدة عاطفة الأسى والحزن من آلام الغربة وعاطفة التفاؤل والأمل بالعودة وعاطفة الشوق والحب لأهله في وطنه ترى من يخبر الأحباب الأحباب أن ما نسيناه نلحظ أن كلمة أنا مكونة من حرف التوكيد والنصب أن وقد أدغم بضمير الجماعة ن نعين من القصيدة ثلاث مواضع أخرى ورد فيها هذا الإدغام وأن نحن في المنفى وأن ما سلوناهم وأن لم نزل في مركب الأشوى هذه ثلاث مواضع بنفس الطريقة استخدم الشاعر أسلوب النفي في القصيدة بحرف النفي ما وحرف النفي لم نستخرج مثالين من القصيدة على كل منهما طبعا حرف النفي لم لم أزل حيا ولم نزل في مركب الأشوى حرف النفي ما ما سلوناهم وما نسيناهم هدول مثالين وطبعا في أمثل أكثر موجودة عندي في الدرس أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنت وش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتى تفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر